في شهر مايو سنة 1940 وينستون تشيرتشل بقى رئيس وزراء انجلترا وطبعا في انجلترا رئيس الوزراء هو أعلى سلطة في البلد لأن نظامهم برلماني بعد أسبوعين بالضبط من توليه المنصب جالوا خبر أن انجلترا بتتعرض لأسوأ موقف وجهته خلال الحرب العالمية التانية بل يمكن أسوأ موقف في تاريخ العسكري كله وهو أن أكتر من 200 ألف جندي بريطاني ومعهم أكتر من 150 ألف جندي فرنسي وطبعا فرنسا وبريطانيا كانوا الاتنين في معسكر الحلفاء التلت مليون جندي دول متحصرين من قوات هتلر حصار تام شبه مستحيل الهروب منه على شاطئ مدينة دانكيرك الفرنسية البحر قدامهم والنازيين من وراهم هتقول لي طب ما يحاربوا مش معهم سراح هقول لك وهو الألمان أغبية عشان يخشوا عليهم أصلا ما يستضوهم بالطائرات من الجو وهم زي الفران على الأرض الجنود معهمش ما دافع مضادة للطائرات ولا أي حاجة غير البنادق العادية يعني الطائرات هتطلع تبيدهم وترجع من غير ما تتخدش خدش واحد والجنود قدامهم اختيارين إما يرموا نفسهم في البحر أو يرجعوا الورى ويخشوا المدينة وساعتها المدافع الألمانية مستنياهم عشان تخلص عليهم يعني بين المطرقة والسندان بالمعنى الحرفي للكلم ده غير طبعا إن الألمان معهم كل الإمدادات الممكن إنما دول محاصرين من غير أي أكل أو مية أو سلاح يعني مهما صمدوا فالمسألة مسألة وقت ده الموقف التاريخي الحقيقي اللي بيحكوه لنا فيلم دانكيرج لكريستوفر نولن نولن اللي قال إنه مش مصدق إن إزاي لغاية 2017 ما كانش يتعامل فيلم عن المعجزة اللي حصلت عشان تحرير الجنود دول المعجزة اللي بريطانيا بتفخر بها لسه لحد النهاردة بس المعجزة دي ما كانتش عسكرية لأن الأول مرة بنشوف الشعب هو اللي بينقذ الجيش مش العكس دايما لما يبقى فيه مخرج مكسر الدنيا من حس الإرادات وشباك التذكر تلاقي النقاد أو لمؤخذ المثقفين بدأوا يزمزقوا يبصولوا من تحت الفقر باعتبروا بيجري ورا الفلوس وبيعمل أفلام للمرهقين اللي هم أكتر فئة مستهلكة ويمصبته بقى لو أفلامه مسلية ولا فيها أكشن كتير إنك تبقى مسل دي جريمة عند الإخوة النقاد يعني عملوا كده مع ستيفن سبيلبرج وجيمس كاميرون ومايكل باي اللي عمل سلسلة أفلام ترانسفورمز وغيرهم وطبعا ما فلتش من إيدهم أنجح مخرجين جيله كريستوفر نولم اللي لسه متكلمين على سلسلة أبو الوطويت اللي هو عملها فالراجل قال لهم ماشي وريني عم الواقع بتاعكم ده في إيه وقرر يتكلم عن قصة إنقاذ الشعب للجيش في الحرب العالمية التانية بس قبل ما نخش في الحدوتة خلينا نتكلم عن مفهوم الشعب والجيش ده أساسا اللي هو مفهوم يكاد يعني يكون مش موجود عندنا هتقول لي أصدك إيه هقولك الكلام عن الشعب والجيش باعتبارهم شيئين منفصلين ده شيء طبيعي عندنا يعني لما نحب نلطف الأجواء ما بينهم بنقول الجيش والشعب إيد واحدة ولما نحب نمدح الجيش بنقول الجيش استجاب للشعب أو حتى نقرأ أخبار سريالية زي إن الجيش أقرض الحكومة فلوس مش بتكلم عن فساد دلوقتي على فكرة أو إن الجيش بقى دولة جوا الدولة أو إن معلوش رقابة أو غيره مش ده موضوع دلوقتي خالص خلينا نفترض إنه أحسن جيش في الدنيا وكل اللي فيه أخلاقهم من أخلاق الصحابة برضو فكرة إنه كان منفصل أساسا دي في حد ذاتها يعني مش هقول مش موجودة غير في مصر لأن فيه دول متخلفة كتير حوالينا في العالم يعني لكنها مش موجودة في أي دولة محترمة ومش موجودة في الوعي الجامعي لأي شعب معاش الفترة أو مزال تحت الحكم العسكري أيوة فيه فصل في كل حتة في العالم بين الأفراد اللي في مناصب عسكرية ودول معروفين بأساميهم وحدود سلطتهم وبيتغيروا عادي مع تغيير النظام المنتخب وبين الجيش اللي هو عبارة عن الشعب لما بيلبس اليونيفورم بتاع الحرب لما بيبقى فيه داعي للحرب ولو قلت الواحد بريطاني إنه لازم بيبقى فيه مثلا وحدة بين الشعب البريطاني والجيش البريطاني هيبقى وقعها على ودينه كأنك بتقول الواحد مصري إحنا لازم نوحد بين العمال وبين المصريين ما هم مش فاهم هم العمال دول من غينية مثلا ما هم مصريين برضو واللي هم العمال بيطالبوا بدولة مستقلة في ضميات ولا إيه بالزبط الغريب إنك في مصر لما بتحاول تقول إن الفصل اللازم يحصل بين الجيش وبين قادة الجيش بيتبصلك باعتبارك خاين بتحاول تفتة الجيش مع إنه أولا العالم المتقدم كله بلا استثناء فيه الفصل ده وجيوشه مش متفتفتة فتفيت ولا حاجة ثانيا التفتيت هو إنك تفصل فئتين من الشعب عن بعضهم مش إنك توحد الشعب مع بعض وتفصل المسؤولين لوحدهم عشان ما يحسبش على المشاريب غيرهم ده حصل في الحادثة اللي بيتناولها فيلم النهاردة تعالوا نشوف إزاي بس برضو لما مستر نولن حاب يعمل فيلم واقعي 100% ما قدرش يتخلى عن عدته في اللعب بالزمن والمنتاج اللي بيتنقل بين قصص كتير في عمل 3 قصص و3 خطوط درامية البر والبحر والجو التلاتة بيدوروا في نفس المكان اللي هو شاطئ مدينة دونكيرك قصة البر بتحصل في شهر وقصة البحر بتحصل في أسبوع وقصة الجو بتحصل في ساعة وعلى فكرة التنقل بين الثلاث قصص والثلاث خطوط زمنية دول خلى الفيلم ياخد أوسكر أحسن منتاج المهم خلينا نبدأ بالبر الفيلم بيبدأ بمشاهد العساكر الإنجليز وهم مشيين في المدينة متاجهين ناحية الشط والطيرات الألمانية بترمي عليهم منشورات زي ما انتوا شايفين بتشرح لهم بوضوح الموقف الرهيب اللي هم فيه انتوا هنا وإحنا محصرينكم من كل حت طبعا بهدف كسر روحهم المعنوية وكرا وبنشوف الجنود بيحاولوا يلاقوا بقق مية ولا حاجة يكلوها في أي حتة لأن طبعا الألمان قطعوا عن المدينة كل حاجة وأهلاها جاروها من فترة أصلا وهم ماشيين بيطلع عليهم كمين من الجيش الألماني يخلص عليهم كلهم وما يتبقاش غير البطل بتاعنا وعلى فكرة كل الأبطال طلعين باسمهم الأول بس ومش بنعرف أي شي عن شخصياتهم أو قصة حياتهم أو أي حاجة عنهم وده كان مقصود وهنشرح ليه كمين شوي المهم الأخي تومي بياخد ديله في سنانه ويطلع جاري ناحية الشط ويقابله الشخصية التانية المهمة في الفيلم الزابط جيبسون وأول تعرف بينهم بيشوف جيبسون وهو بيدفن جسد زابط زميلهم التعرف في الظروف دي ما فيهوش كلام بيديله بقق مية بيشربه من الزمزمية بتاعته وبالتالي بيبقى صاحبه المفضل لسه يتعرفوا على بعض بتيجي طيارات الألمان هاجمة عليهم والقنابل تنزل فوق دماغهم والمزيد من الجنود بيموتوا زي ما قلنا هم وضعوهم على الشاطئ عبارة عن أهداف سبتة للطيران ومكشوفين تماما بس فيه حل واحد وهو شكله مش منطقي بس ده الحل الوحيد النتيجة سفن من البحر تنقل الجنود دول لحد بريطانيا هتقول لي سفن ايه انت عارف انت بحتاج كام سفينة عشان تنقل تلت مليون جندي ومحتاج وقت قده ده غير ان الطيران الألماني ممكن يضرب السفن برضو عادي جدا هتقول لي نجيب سفينة كبيرة عملاقة زي اللي قفل قناة السويس بالعرض دي وننقلهم على كم مر أولا وقتها ما كانش فيه سفن بالأحجام دي ثانيا خدي بقى المسافة بين شاطئ دانكيرك وأقرب مدينة بريطانية اللي هي مدينة دوفر المية فيها ضحلة أساسا يعني مش عميقة بما فيه الكفاية ان سفن عملاقة تدخل فيها يعني حتى السفن الكبيرة مش هينفع تشارك وبالتالي الرئيس تشرشل قال ان ياريت بس نقدر ننقذ كام تخيل تلاتين ألف جندي اللي هو أقل من عشر عدد الجنود المحاصرين عشان كده كان الجنود بيتخانقوا مين اللي يركب في السفينة ومين اللي ما يركبش وده اللي بنشوف فيه البطالين بتوعنا بيحاولوا يعملوه بياخدوا أحد المصابين من الهجوم وبيجروا به ناحية السفن اللي بتنقلوا الجنود وطبعا المصابين لهم الأولوية فأصحابنا بيحاولوا يدخلوا مع الرجل المصاب على أساس يارب ما يخدوش بالهم اننا مش مصابين وكده يعني بس الظابط الواقف على باب السفينة بيرجعهم وبيقولوا لا نصح أخويا ايه ده النصحة دي يعني من أول كم مشهد الفيلم بيقول لنا ان أبطال الفيلم مش شخصيات مثالية ولا حاجة دول حاولوا يستخدموا مساعدتهم للرجل المصاب في انهم ما يخدوا مكان حد تاني في السفينة مع انهم مش أحق من غيرهم لكن لحسن حظ تومي وجيبسون ولسوق حظ كل اللي ركبوا على السفينة السفينة انضربت بالطيران وغرقت لكن بطالنا تومي بينجح انه ينقذ جوندي تاني اسمه أليكس اللي هو بيلعب دوره المطرب الانجليزي المشهور وعضو فرقة One Direction هاري ستايلز طبعا المخرج هيقولك انه اختاره عشان شاف فيه قدرات تمثيلية مخفية بس هتضحك على مين الرجل ده ما حطوط عشان يبيع تذاكر المهم خلينا نرجع للجنود اللي الحسن حظوهم بيلقولهم مكان في أحد قطع الأسطول الحربي أيوة مدمرة حربية بتستخدم كوسيلة نقل طب الحمد لله بتهيقل هم كده في أمان بس هبا بينضربوا بتوربيت بيغرق المدمرهم وبيرجعوا تاني لشاطئ دونكيرك وقفاهم بيأمر عيش ولو كان عندهم أمل واحد في المية كده بقى صفر وعدد اللي ممكن يتنقلوا بقى يقل كمان لأن كده بقى الأسطول البحري لازم يقوم بمهمته في الحماية والنقل هيعتمد على كام سفينة المتحين اللي حجمهم صغير يعني موت يا حمار بقى بس لا هنا بتبدأ الملحمة الأسطولية اللي الفيلم اتعمل عشانها البحرية البريطانية بتطلب من المدنيين اللي عندهم يخوت أو مراكب صيد أو أي حاجة بتعوم في المية إنهم ياخدوها ويطلعوا في عرض البحر ويشاركوا في النقل لا ثانية واحدة كده مركب صيد زي اللي بنشوفها في اسكندرية دي والراجل بيرمي الشبكة وهلا بلا مراكبي قمشد الألوع وبتاعه أولا دي هتخش في عرض البحر إزاي ثانيا قم بلا واحدة من طيرة ألمانية تنزل في وسط عشر مراكب من دول تحولهم لإنشارة خشب في لحظة دي مراكب مدنية يعني ممكن تطلع عليها تعمل سيشن خطوبة وتتصور حتى عندهم يسموها اليخوت الشخصية يخوت الأجازات عشان يوم الأجازة حضرتك تاخد الأسرة الكريمة على ياخت من دول وتصطدوا سمك وتشوه وبابا يتصور جنب سمكة كبيرة وتقضوا وقت لطيف وقت تبقى ذكرى جميلة لبعد العيد إنما تخش بها وسط الجيش النازي أنت عبيت يا ابن؟ أكنك داخل بفيرنا ولا لانسر وسط معركة دبابات في حرب اكتوبر يعني من الآخر لو ما عملتش كده محدش هيلومك محدش هيقول عليك إنك مجنون أو خين حتى لو جيشك انهزم كده هيبقى هو اللي خزلك وإنت واقف بتتفرج لأنك مجرد مدني وظفتك إنك تتحمي مش تحمي صح؟ طبعا لا ده اسمو هطل دي الرواية اللي الجيوش في الدول المستبدة بتزرعها في عقول أهلها إن أنا اللي بحميك أنا كيان منفصل عنك وظفتي إنه حامي الحمى وإنت المحمي واللي يعترض ملهوش غير السيخ المحمي برضه بس في صرصور ودنه على طول مع إن اللي بيحموا فعلا عمرهم ما كانوا بيصدروا الرسالة دي اللي بيحمي بجد وقت ما يكون في حاجة تستاهل الحماية يعني هما العائل الصغيرين اللي في بريطانيا في بداية الحرب العالمية كان سن التجنيد بيبدأ من 18 سنة في جملة قالها كريستوفر نولن لما سألوه عن سر اختياره للممثلين اللي أعمارهم 18 و19 سنة عشان يقوموا ببطولة الفيلم فقال لهم أنا كنت عاوز أوصل لناس إحساس إننا بنبعت ولادنا أطفالنا عشان يحاربوا الحروب اللي إحنا بدأناها صحيح 18 سنة ده مش طفل بس كل اللي بياخدوا قرارات الحروب اللي هم غير معرضين للموت بأي شكل أعمارهم تخليهم ينفعوا يبقوا آباء بل وأجداد لأي حد بيشارك في الحرب بنفسه ومعرض للموت وعلى هامش كده هتلاحظ إن في دولنا المستبدة الجميلة هتلاقي الخطاب الرسمي اللي الجيش بيوجهه للشعب هو إن قادة المعارضة أي معارضة بيغرروا بالشباب وبيدفعوا بيهم للموت أو للإصابة أو السجن وهم في أمان اللي هو اللي مؤاخذة تبليك واللي فيها تجيبه فيك والجملة دي برضو وردت على لسان أحد أبطال الفيلم مستر دوسن اللي بيقول الرجالة في عمري هم اللي بياخدوا قرارات الحرب وأطفالنا هم اللي بيحربوها عشان كده ما كانش مهم يدينا قصة حياة كل شخصية مجرد شباب بريطانيين طومي أو جورج أو أليكس أسماء عامة جدا تنفع لأي حد طب مين مستر دوسن ده مستر دوسن مواطن بسيط عنده ياخت صيد غلبان كده زي ما انتوا شايفين أهو ده المركب اللي هيروح بيه خش في وسط الحرب مستر دوسن بياخد ابنه بيتر وصاحب ابنه جورج وبيطلعوا هيلا بيلا على دانكر وفي الطريق بيلاقوا في البحر جندي غرقان بعد ما السفينة اللي كان راكب فيها اتخصفت واتدمرت وزميله ماتوا فبيقولوا إيه ده جندي مصاب اركب مصاب اركب على طول الراجب يقول الحمد لله اتكتب لي عمر جديد بيركب معهم وهو متصور بقى مهمة ميلي عم انت مجنون انت مرجعنا فرنسا وبيبدأ يتخانق معهم ويحاول يستولي على المركب ويرجعهم انجلتر وأثناء الخناقة بيزوق الشاب اللي اسمه جورج بيوقعوا على الأرض بس للأسف بيقع وقع غلط بزاوية معينة بيتكسر له رقابته وبيموت مش بيقولوا للجندي اللي حصل بيقولوا ما تخافش هو بس يتعبان وعاوز يريح شوية دوسن مش لوحده طبعا دوسن ده واحد من مئات أصحاب المراكب واليخوت اللي طلعوا من نفسهم واتجهوا من شاطئ دينفر لشاطئ دونكر لإنقاذ أبنائهم في مشهد أيقوني لسه محفور في ذاكرة انجلترا لحد النهاردة ولأن الأسماء مش مهمة مثلا شخصية الجندي اللي أنخذو ده رغم ان بيلعب دوره ممثل مشهور اللي ان شخصيته ملهاش اسم ومكتوب في السيناريو بيعتباره جندي بريطاني وخلاص زي ما قلنا انجلترا كان لازم توفر غطاء جوي للسفن والمراكب عشان ما تتضربش من الجو طب والطيرات الألمانية هتسكت؟ لا طبعا بقى في معركة بتحصل في الجو فوق المراكب المعدية فبننتقل للجو وبنشوف تلات مقاتلات انجليز بينضربوا وبيقعوا في المحيط أول طيرة بتنفجر التاني بيلاقي مين معدي وينخذوا آيوا هو مستر دوسن وابنه والجندي المجنونية الطيرة التالتة مخزن الوقود بتاعها بينضرب والطيارة اللي فيها اللي اسمه فارير بيقرر انه يحارب لآخر لحظة انا كده كده يهقع في البحر واموت يا اما الطيارة هتنفجر بيه يبقى خدلي بقى طيارة ولا طيارتين معايا طالما ميت ميت في نفس الوقت بنرجع تاني لطامي وآلكس وجيبسون اللي هم أبطالنا الأساسيين وبنلاقيهم بيستخبوا جوه مركبة ركنة عشاط في مكان بعيد عن بقية الجيش بس المركبة ما يقدروش يحركوها لأنها حصل لها حاجة شبه اللي حصل لسه فينا ايفر جيفن اللي رشقت في قناة السويس دي رشقت في الأرض وبسبب المد والجزر المياه انسحبت من تحتها وما بقتش بتتحرك فلازم يستنوا لحد ما المياه تعالى تاني عشان يزقوها وتتحرك لما بيجي الليل بيلاقوا فجأة الرصاص الألماني بينضرب عليهم من كل حت بس بيفهموا ان الألماني اللي بيضربوا عليهم دول مش عارفين ان فيه حد جوه أساسا هم بيتسلوا بيتدربوا على الرماية مش أكتر طبعا لو صاحبنا الانجليز طلعوا من المركبة هيدربوا عليهم مباشرة فلازم يفضلوا جوه ويحاولوا يتفادوا الرصاص بأي شكل من الأشكال المياه بتاعلى شوية بس بيلقوا ان فيه وسيلة واحدة بس عشان المركب تتحرك ان واحد منهم يخرج من المركب عشان حمل المركب يخف وتتحرك أسهل ايوا يرموا مين بقى برا هنا بنلاحظ ان احد الجنود اللي احنا ماشيين معهم من الأول اللي هو الجندي جيبسون ما تكلمش خالص من أول الفيلم ساكت خالص آلكس بيبصله ويقوله ما بتتكلمش ليه برضو جيبسون ما بينطقش يقوله بس يبقى انت جاسوس ألماني وخايف تتكلم عشان ما بتعرفش إنجليزي أصحابه بيقوله عم آلكس اهدى الراجل معاي الشرع اللي بتتوزع الجنود بتوعنا يقوله يبقى سرقها من حد من جنودنا اللي قتالهم انطق يضلع تخك بالنار وتومي بيفتكر إنه تعرف على جيبسون أساسا وهو بيدفن جندي معقول هنا جيبسون بيقطع الشك باليقين وبيقولهم أنا فعلا سرقت الشرع بتاعة الجندي الإنجليزي اللي دفنته بس ده لأني فرنساوي أنا بس قلت يمكن لو عملت إنجليزي ياخدوني معاهم على سفينة من دول أخيرا مش بيضطروا يرموا حد والمركب بتتحرك بس للأسف بعد ما اتخرتقت من الرصاص الألمان والمية بدأت تدخل فيها وبيلقوا نفسهم في نص البحر والمركب يغرق بيهم برضو فبيبدأوا يعوموا لحد ما يوصلوا لمدمرة حربية وللمرة الثالثة بتهيق لي أمان بقى أخيرا لا برضو المدمرة الحربية تنضرب بطربيض ويلقوا نفسهم تاني في البحر حاجة كده زي فيلم ألف مبروك حيث لا نهاية للمعاناة وأخيرا بيلقوا مين بيجي ينقذهم أيوة المركب الصغنانة بتاعة مستر دوسن وفعلا بيشدوهم وبيرجعوا بيهم لبرى الأمان آخر مشهد في الفيلم بنشوف الجنود وهما ركبين القطر راجعين لبيوتهم مخبين وشوهم من العار والخزي اللي حاسين بيهم لأنهم كده يعتبروا راجعين مهزومين وفاكرين إن الناس هترميهم بالبيض والطماطن لكنه بيتفاجئ بإن الشعب استقبلهم استقبال الأبطال وعلى لسان تومي بنسمع خطبة وينستون شيرشل اللي كانت السبب في رفع الروح المعنوية للأمة الإنجليزية هنحارب على الأرض وفي البحر وفي الجو وعمرنا ما هنستسلم وحتى لو وقعنا هنقوم مرة تانية تقدروا تشوفوا الفيلم في قناة تليجرام اللي هسيب لكم اللينك لها في الوصف تحت الفيديو ونشوفكم على خير إن شاء الله